اهلا بكم في قناة اميومي فيديو النهاردة فيديو صحي 100% هنعمل مع بعض وصفتين لسموزي المشمش بنكهتين مختلفتين يلا بنا نبدأ هحتاج نص كوباية من المشمش و 3 موزات أنا مستخدمة فواكه كنتم خزناها في الفريزر عشان كده تلاقوها مرهقة شوية أضيف عليهم لمونة بإشرهة و نصف كبية لبن و معلقتين كبار عسل و مكعبات تل نجد المنكهات اللي هستخدمها عندي معلقة صغيرة من الكركم و معلقة صغيرة من الجنزبين المطحون و معلقة صغيرة من فانيليا سيلة و هستخدم كمان كيس من الفانيليا البودرة و هضرب كل المكونات مع بعض في الخلاط هيتكون عندي خليط متماسك لحد ما مش سائل عشان كده اسمه سموزي بول لأنه يتقدم في بولا و يتاكل بالمعلقة الكمية دي تكفي لتحضير بولتين لشخصين أزين البولا بالشكل اللي يعجبني هستخدم هنا قطعتين من الشوكولاتة البيضة و رشة من الشوفين نبدأ في تحضير الوصفة الثانية هحتاج ثلاث قطع مش مش و تلج و النكهة الأساسية عندنا هي زبدة الفول السوداني هضيف معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني و معلقة كبيرة عسل و قطعتين مش مش مجفف و اضربهم في الخلاط الكمية دي تكفي بولة واحدة بس 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 كيف ينهب معلقة صغيرة من زبدة الفول السوداني ورشة عسل وقطع من الشوكولاتة البيضة انا باستخدم رسمة رجل البيبي دي علشان بتبقى كيوت قوي واستخدم قطع صغيرة من المشمش المجفف لو حبيتوا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد